اسمع يا سيدي بقى الحكاية دي عشان دي برضو فيها كلام كتير هو حيث جوزيجو ميز المدرب البرتغالي الكبير مميز لنادي الزمالك عايز يمشي من نادي الزمالك هل جوزيجو ميز عايز يرحل عن نادي الزمالك حكي لك التفاصيل كلها كلها بص يا سيدي أول حاجة جوزيجو ميز لو سألته شخصية لو سألت المقربين منه لو سألت اللاعبين لو سألت الإدارة هيقولولك جوزيجو ميز مبسوط جدا جدا في نادي الزمالك وحابب يكمل مع نادي الزمالك ووصلوا عروض من أندية في إيران تحديدا نادي الاستقلال الإيراني وأندية أخرى وفضل الزمالك وبأرقام أكبر من الأرقام اللي في الزمالك طيب أنا سألت السؤال اللي حضاك بلوقتي بتسأله يا جماعة ما تفكركم بقى من نادي والأندية والمنتخبات المصرية أنا سألت السؤال ده يعني برضو ما بحبش البيئة اللي هي بتاعتين ده بيعش اقتراب نادي الزمالك ده بيعش اقتراب النادي ما بشتريهاش ما بشتريهاش قوي يعني يكي الأجانب بيطلعوا من بلدهم عشان ياخدوا مقابل مالك ويشتغلوا ويشتغلوا في أكتر من مكانه ويحفق مكين كتير بس إيه اللي مخلي جوزيجو ميز حابب تجربة نادي الزمالك هو جوزيجو ميز شايف أنه في 8 شهور خد بطولتين مع نادي الزمالك وخد سوبر أفريق فهو مبسوط من الجزئية دي طيب سألته سؤال تاني يعني هو الأمور المالية بالنسبة له مستقرة وبياخد مستحقاته في مواعدها وكده قالك لا مش طول الوقت بياخد مستحقاته في مواعدها فيه فترة اتأخى هي 3-4 شهور بس دلوقتي بالكتير بيتأخر شهر بس ما هو يعني ما بيبقاش مدائق أوه عشان بيبقى ضامن أنه فلوسه هياخد فالموضوع الفلوس ده مش عامل له قلق كبير مش عامل له مشاهل كتير هو مش من المدربين اللي بيجي على أول الشهر فين فلوسي بيزبر يعني تمام سألت برضه سؤال هل أكلام ده كله المسؤول في نادي الزمالك هل جوزي جوميز متضايق من حد في إدارة نادي الزمالك أما جالك من الآخر هوا من شخص ما في إدارة نادي الزمالك اتقال لي أ من الآخر شخص واحد لكن جوزي جوميز علاقته بكامل مجلس إدارة نادي الزمالك والكابتر حسين لبيب هي علاقة ممتازة وحتى الخلافات اللي في وجهات النظر في حاجات بسيطة بتتحل بشكل بسيط جدا وسهل جدا في قاعدة والأمور بترجع زي ما هي قلت له هل موضوع مشلاك دايق جوزي جوميز جدا قال لي آه دايق بس مش جد قلت بالك مشلاك جاي بغير رغبة جوزي جوميز وده قولا واحدا ولو سمعت ألف حاجة غير كده مؤكد مشلاك مش جاي برغبة جوزي جوميز ورغم كده الراجل بيتعامل وبيقدي وشايف انه المشاكل اللي بتعرض لها في نادي الزمالك هي مشاكل خفيفة مش مشاكل تخليه يمشي طيب هل الزمالك فاتح جوزي جوميز حتى هذه اللحظة في تجديد التعاقد جوزي جوميز عقده يقلص نهاية الموسم ده لا لس لحد دلوقتي لس هل الزمالك عايز يجادل لجوزي جوميز اه بس لسه ما فاتحش جوزي جوميز بالنسبة لتجديد التعاقد لموسم آخر أو موسمين آخرين سنع الرأي بكرة بكرة مش بعد بكرة ولا الأسبوع الجاي الزمالك لازم يجادل لجوزي جوميز عشان ده مدرب كف جدا لو يتعامل مع كل هذه الظروف بكل هذه الكفاءة فهو أكيد مدرب ممتاز وممتاز